في طار الجهود الرامية لتفعيل مقترحاته يعود المبعوث الاممي من نافذة صرف الرواتب بعد فشله في تسوية مقترحه الخاص بميناء الحديدة والذي يقضي بتسليم الميليشيا الميناء لطرف محايد مقابل فتح مطار صنعاء بدأ المبعوث الاممي جولته الأربعاء الماضي من العاصمة الأردنية عمان ومنها انطلق إلى السعودية بهدف عقد لقاءات مع الرئيس هادي ومسؤولين خليجيين ودبلوماسيين دوليين لمناقشة مقترحات تفصيلية تخص أزمة رواطب الموظفين الحكوميين ورغم كل المؤشرات التي تدلل على زيادة تعقد الأزمة اليمنية إلا أن ولد الشيخ ظهر متثائلا بعد لقائه بالرئيس هادي حيث أكد في تغريدة له على تويتر تعاطي هادي الإيجابي مع أزمة الرواتب ووباء الكوليرا فيما قال في تغريدة أخرى إن الجهود مستمرة لمساعدة الأطراف على التوصل إلى حل وتشير مصادر إعلامية إلى تفاصيل مقترح ويلد الشيخ بشأن حل أزمة الرواتب التي تتضمن إنشاء صندوق مستقل تشرف عليه الأمم المتحدة يتولى مهمة تحصيل إيرادات الرواتب والإشراف على تسليمها ويعاني الموظفون الحكوميون البالغ عددهم قرابة المليون ونصف من مشكلة عدم تسلم رواتبهم منذ سبتمبر الماضي خصوصا في المناطق الخاضعة لسلطة الإنقلاب بتقدير الوقائي على الأرض فإن تحركات المبعوث الأممي تصطدم بتصلب موقف ميليشيا الإنقلاب الميليشيا التي صعدت أخيرا من حملتها الإعلامية ضد ولد الشيخ باعتباره مبعوثا غير مرغوب به موسيقى